بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وقال وزير الداخلية في برقية التهنئة إننا ونحن على أعتاب هذا العام الجديد تتواصل مسيرة العمل الوطني في جني ثمار العمل وحصد بشائر الأمل في غاد مفعم بمظاهر النصر المبين وتتكامل حلقة التخطيط لمستقبل التحديات بعزيمة وإرادة لا تلين كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة بهذه المناسبة للمستشار الدكتور حنفي جبال رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وهنأ وزير الداخلية القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام اشتركوا في القناة